موسيقى مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإليكم النشر الجوية المتعلقة بتوقعات وتفاصيل الحالة الماطرة المقبلة والتي يتوقع أن تؤثر تدريجيا على المنطقة خلال الفترة القادمة تعتبر الظروف الجوية في المنطقة ملائمة بإذن الله لنشوء حالة ربيعية قوية من عدم الاستقرار الجوي حيث توقع أن يستمر تدفق الهواء البارد باتجاه بلاد الشام والحوض الشرقي للبحر المتوسط بالتزامن مع تواجد كتلة هوائية دافئة ورطبة إلى الجنوب من الجزيرة العربية هذا التلاقي ما بين الكتل المختلفة الطابع سيعمل بمشيئة الله على نشوء حالة ماطرة ورعدية تجلب أجواء الأمطار والخير إلى أجزاء واسعة من السعودية وقطر والبحرين إضافة إلى العراق خلال الفترة القادمة ويتوقع أن يتشكل بمشيئة الله منخفض جوي إلى الشمال من الأراضي السعودية سيعمل على نشاط كبير في الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية التي تؤثر على الشرق ووسط السعودية وتؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وانخفاض مدى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق ويتوقع أن تصل هبات سرعة الرياح أو سرعة هبات الرياح على وسط وشرق السعودية لأكثر من خمسين كيلومتر للساعة في بعض الفترات تثير كميات كبيرة من الغبار في منطقة الرياض والمناطق الشرقية والشمالية من السعودية ما سيعمل على انخفاض مدى الرؤية الأفقية واعتبارا من يومي الأربعاء والخميس وخلال نهاية الأسبوع تنشأ بمشيئة الله حالة قوية من عدم الاستقرار تعمل على تشكل حزام من السحب الرعدية يؤثر على أجزاء من غرب السعودية وجنوب غرب السعودية إضافة أو وصول إلى المناطق الوسطى وبعض المناطق الشمالية من البلاد ويتوقع بناء على هذا الأساس هطول الأمطار على أجزاء واسعة من البلاد خلال الحالة القادمة تكون غزيرة على فترات ومترافقة مع حدوث العواصف الرعدية وتساقط البرد في بعض المناطق كما تترافق مع هبوب الرياح الهابطة التي تثير الغبار والعواصف الرملية أكثر المناطق تعرضا لهذه الحالة ستكون المناطق الواقع إلى الغرب من الرياض حيث يتوقع أن تشهد هذه المناطق أكبر كميات من الأمطار كمجموع خلال الحالة القادمة الحالة أيضا تشمل بتأثيراتها أيضا كل من الكويت وقطر والبحرين إضافة إلى سلسلة جبال الحجر الواصلة التي تقع ما بين الدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إضافة إلى مرتفعات غرب اليمن وأجزاء من العراق حيث ستكون هذه المناطق تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة وفرص الأمطار الرعدية قوة هذه الحالة تستدعي إطلاق سلسلة من التحتيرات للمنطقة بشكل عام ولكن بشكل خاص في السعودية بسبب اتساع رقعة المناطق المتأثرة حيث يحذر من خطر تشكل السيول في مختلف أجزاء المنطق السعودية أيضا من خطر جريان الأودية والاقتراب منها خلال الحالة المرتقبة إلى جانبي خطر شدة تشكل أو خطر شدة العواصف الرعدية وما يرافقها من رياح هابطة وخطر تدني مداء الرؤية الأفقية بسبب الغبار قبل وأثناء تأثير السحب الرعدية إلى جانبي ذلك يحذر من خطر اضطراب البحر في كل من الخليج العربي وبعض سواحل البحر الأحمر إضافة إلى خطر تشكل السواعق وتساقط البرد أثناء عبور السحب الرعدية كونوا على معرفة مستمرة بحالة الطقس من خلال تحديثاتنا المتواصلة عبر موقعنا الإلكتروني بالإضافة إلى تطبيق طقس العرب الخاص بالهواتف الذكية إلى جانبي صفحاتنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب أطيب الأمنيات من طقس العرب في أمان الله ترجمة نانسي قنقر